هل سيعود العالم كمكان بعد كم هذه المشاهد التي نراها ونعيشها على مدار الأيام شهر ونص تقريباً الماضية؟ لا لن يعود لأنه من الناحية النفسية اتضح خلال الأحداث والمشاهد المروعة أنه الضمير العالمي فيه خلل كبير جداً بالذات على مستوى من يملكون القرار في العالم كله انهارت كل المؤسسات الدولية ولسه يمكن حضرتك في الفقرة السابقة أخدوا مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية أبو علي في وجود الأمم المتحدة ووجود نظام الصحر العالمي لأول مرة جيش يبقى مستهدف المدنيين والمستشفيات يعني دايماً الجيوش في الحروب بيحصل إيه؟ إنه لو حصل إصابة المدنيين بتبقى إصابة خطأ والجيش بيعتذر هو باستمرار دايماً الجيش بيحارب مقاتلين إنما هنا الجيش طول الوقت بيقتل مدنيين مش بيقتلهم بيحرقهم حرب وده بيتجاوز حدود الشر في النفس البشرية ولما نلاقي إنه فيه صمت رهيب على كل المستويات وعلى المستوى العالم كله وإنه فيه كيان مدلل اسمه إسرائيل كل الناس بتتسامح أو تتساهل فيه أخطاء وكأنه لا يفعل أي شيء لما نشوف الصور المروعة للأطفال اللي متقطعين حتت واللي محروقين والمفقودين والأجساد المترصة في الأكفان ويتحطوا فيه مقابر جماعية وكل ده تحت سمع وبصر العالم لما نشوف حجم الضمار الهائل قدروا الناس المختصين أنه حجم الضمار وكمية القنابل اللي ألقيت على غزة تساوي قنبلتين نويتين زي الأطلقوا على نجازاكي وهيروشيما وكمان بيقولوا أنه القنابل اللي ألقيت على هيروشيما ونجازاكي كانت فيه مكان محدود محدد لكن هنا الحاجات ألقيت على مساحة البيئة قدروا ساحة حرب ومكان مكدس ما فيش شبر في غزة ما فيش فيه بني آدم حي فكل هذا الأمر بيعني أنه الضمير الإنساني فيه خلل شديد جدا وما لم يتعاف الضمير الإنساني ويستدرك هذا الخطأ فدي من الناحية النفسية يقولوا أنه دي لابد أن يقوم بها حرب عالمية كبيرة أو حرب واسعة جدا لأنه معناه أنه النفس البشرية فيه قدر كبير جدا من العدوان لابد أن ينفجر حتى يحدث استقرار تالي بس إزاي تتعدل أو يتعدل الضمير الإنساني بعد كل المشاهد دي يعني إذا لم تحدث هذه الصحوة للضمير الإنساني وإحنا شايفين المشاهد دي طب هتحصل يعني إيه اللي ممكن يحصل أكتر من اللي حصل إيه اللي ممكن نشوفه أكتر من اللي شفناه إيه التمن اللي ممكن يدفع أكتر من التمن اللي دفع علشان الناس تتحرك لأنه الواحد في لحظة من اللحظات بدأ يتساءل هو إحنا حاسين بحاجة إنتم مش حاسين بيا أو إحنا شايفين حاجة إنتم مش شايفينها إحنا متأثرين وهنموت من الغضب ومن الإحساس بالقهر وإنتم مش حاسين بدا ده إيه هنا نرجع لحاجة مهمة جدا حصلة برضو لها علاقة بالنحية النفسية وهي خطاب الكراهية أو الرؤية الكراهية وبرضو حريك في الفقرة اللي فاتت كان مسؤول كبير في إدارة أوباما المفروض اللي كان رجل كان ماسك منصب كبير جدا في الإدارة صنع قرار يعني آه صنع قرار يعني أنه رايح يخاطب بخطاب كراهية عامل بسيط مصري وقف ده بشوفهم كتير لما بسافر نيويورك بالذات في تايم سكوير تلاقي كتير أو من الناس اللي بيبيعوا الهوددج والساندوتشات دي مصريين في عربيات صغيرة كلا ونضيفة وحلوة على فكرة وأكلهم حلوة ونضيف كويس فشاب عنده 24 سنة ومالوش أي علاقة بحاجة خالص وقفة من ساندوتشات للناس في أمريكا رايح يكل عيش فيقف ويتعد عليه بهذا الشكل وينظر إليه بهذا الاستعلاء وهذا الاحتقار أنت إرهابي وانت جاهل وانت كذا وانت كذا ده خطاب كراهية طب هل خطاب الكراهية ده متوقف عند الرجل ده لا ده هو معبر عن اتجاه عام في خطاب الكراهية وده يمكن اللي حصل في بداية الأحداث أنه لما طلعوا إشاعة كاذبة وانتشرت نشرتها سينة إن بالمزيعة الشهيرة بتاعتها وقالها نتنياهو وقالها بايدن بعدي وقالوها زعماء كبار أنه تم قطع رؤوس الأطفال في إسرائيل بواسطة المقاومين وانتشرت الشائعة دي واغتصاب النساء والعالم صدق الحكاية دي رغم الاعتذار عنها بعد يمكن ثلاثة أيام ولا حاجة ولكن دي كانت بمثابة حقن التخدير للضمير العالمي لكي يقبل كل ما سيحدث بعد ذلك بقى من قتل وترويع وحر وتدمير رهيب بالصوت والصورة معلن للعالم كله والعالم كله شايفه لكن كانت دي حقنة التخدير إنما بعد شوية بدأ العالم ينتبه أنه أولا دي كانت غلط الحاجة التانية أنه هذا الانتقام ليس له مبرر يعني اللي حصل لا يوازي أبدا كل هذا الانتقام الرهيب ربط الفعل مبلغ فيه بشكل غير طبيعي يمكن الجماهير العادية الناس العاديين هم اللفاؤه بدري شوية طلعت آلاف مؤلفة في واشنطن وفي باريس وفي لندن وما كان كتير في العالم كله والناس كلها كان بيحركها ما يشاهدونه من فظائع وشر تجاوز حدود المتوقع في أي حرب أو من أي بني آدم مهما كانت عدائيته فبدأ الناس تنتبه ويدغطوا على الأنظمة بدأت الأنظمة برضو تتراجع زي ماكرون بدأ يغير رأيه في التصليحات بايدن بدأ يغير برضو شوية بس بعد دفاعات الأوان وهكذا لكن ليس كافيا لأنه الحكاية ما كانتش حرب خاطفة وحصل لا ده كل يوم حتى لما اتخذ قرار الهدنة زي ما حضرتك شفتي أصعب ليلة هي هذه الليلة صحيح لأنه برضو كمية الشر الكبيرة خلتهم يأجلوا الهدنة يوم ليه؟ عايز يقضي على أكبر عدد من الناس ويحرق أكبر عدد